5 يونيو هو يوم البيئة العالمية العالم بيحتفل فيه كل عام وبيطلق أحد العناوين الرئيسية من أجل مناقشتها عالميا إيه هو عنوان هذا العام ولماذا تم اختيار الخامس من يونيو؟ تم اختيار الخامس من يونيو تذكارا لأول مؤتمر عقد في مجال حماية البيئة في مدينة ستوك هولم في السويد سنة 1972 كان يوم 5 يونيو اول حاجة في العالم ان احنا بدأينا الثورة الصناعية وابتدت يحصل مشاكل فاحنا بنتكلم عن موضوع البيئة ده مش من النهاردة انا بنتكلم من سنة 72 فده كان اول حدث دولي عالمي بتحتفل في الأمم المتحدة 5 يونيو وبالتالي ظل هذا العام احتفال كل سنة بتسكار لأول مؤتمر عقد لحل مشاكل البيئة الحقيقة يعني مؤتمر استوك هولم قال ان احنا عندنا مشاكل في الهوى وفي المياه وإلى اخير وسلوك الانسان زي ما حاجة تفضلتي السنة دي كل سنة بيتعمل يعني موضوع عشان يحتفل بيه العالم لمدة سنة او يهتم بيه العالم على وجه الدقة السنة دي عن التصحر والجفاف وقضية التصحر والجفاف الحقيقة قضية مهمة جدا حتى كمان مش بس على مستوى العالم على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الدول العربية لانها من اكتر المناطق الجافة وشبه الجافة اللي فيها مناطق كتيرة محتاجة الى عشان كده حتى الاحتفال السنة دي هيبقى في السعودية يعني العالم والامم المتحدة عامل الاحتفال النهاردة في مدينة السعودية علشان في دولة السعودية علشان يبقى ده يعني يبان اهمية الحدث ان احنا راحين لمنطقة بالفعل فيها نسبة صحاري وتصحر بشكل كبير طيب دكتور يعني حضرتك ذكرت انه كان اول مؤتمر مهتم بهذا او يعني خاص بهذا الملف كانت كان سنة 72 من سنة 72 حتى الان خلينا نقول اهم التحركات في هذا الملف خاصة انه نسبة الانبعاثات الاكبر بتأتي من الدول الصناعية والاقتصاديات الكبرى في العالم ولو هنبصر مصر تحديدا على مدار حتى العشر سنين اللي فاتت ايه الخطوات اللي تم اتخاذها يعني في الملف البيئي بشكل عام مصر يعني عاملة مجهود الحقيقة كبير جدا في هذا الملف لدرجة ان مصر فيه اخر يعني اخر حصائية حصلت فيه منظمة المانية تدعم البيئة مصر خدت رقم 22 من 68 دولة على مستوى العالم في مؤشر البيئة ومؤشر تحسين المنخ والحقيقة بيتكلموا على اربع حاجات مهمين جدا انتاج الطاقة الجيدة المتجددة مصر خدت 61 و 18 نقطة وده بيأكد ان هي على مستوى الشرق الاوسط الاسانية بعد المغرب وعلى مستوى افريقيا نفس الحكاية وبالتالي مؤشر انبعاسات سانيوكسيدي الكربون انتاج الطاقة الجيدة المتجددة ايضا استخدامنا للطاقة الجيدة المتجددة وايضا سياسات المنخ وبالتالي لما حسبوا هذه النقطة لمصر مصر طلقت في الترتيب الـ 22 من 68 دولة ده معنى ايه؟ معناه ان مصر بتبزل بالفعل جهود كبيرة جدا جدا في ملف البيئة وطبعا احنا مش ناسين الجهد اللي بزلته مصر في كوب 27 لما يعني قادت العالم السنة قبل الماضية علشان يعني تحط امال عريضة لهذا الكوكب وخاصة صندوق الخسائر والاضرار اللي كان فيه يعني مصر بزد جهد كبير علشان العالم يدفع للدول النمي ما هي القصة البيئة تمويل انت هتعمل تكيف وتخفيف ازاي لو انت مش معك امكانية المارد المالي والتالي كان هذا الملف مصر شغالة في عدة ملفات الطاقة الجديدة والمتجددة عندنا دلوقتي طاقة جديدة ومتجددة فيه اسوان في بمان عندنا طاقة رياح عندنا طاقة مية الهيدروجين الاخضر كوقود واعد ومصر بتخطط لدرجة انه عملت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الاخضر وعملت قانون فخمة الرئيس قانون رقم اثنين في تسهيلات للناس المستثمرين اللي يشتغلوا فيه الهيدروجين الاخضر علشان مصر بتخطط انها تنتج اكتر من 5 الى 8% على مستوى العالم لان ده وقود نظيف تماما مش محتاج اي فده ملف الطاقة ملف المخلفات الصلبة